اهلا بكم طلب التالت عدادي لغة انجليزية تحت رعاية واشراف وزارة التربية والتعليم ان شاء الله النهاردة هنعمل مراجعة شاملة على المنهج كله بتاع الترم الاول هنمشيها بترتيب الاسئلة اللي المفروض انتو هتقابلوها في الامتحانات بتاعكم ان شاء الله اول جزء هنتكلم فيه او هنتعلم فيه ازاي نكمل الديالوج اللي هو المحادثة وبعدين هنركز على اللي هي المواقف واللي احنا كنا دايما نواخدنا في الترم الاولاني مع بعض اللي هي الوظائف اللغوي وبعدين هنركز على التشوز والتشوز ده عندي حاجتين نركز فيه على الجراماتيكال رولز او قواعد الجرامر اللي احنا اخدناها طول الترم ان شاء الله وكمان بنركز على الكلمات المهمة اللي ان شاء الله مش تخرج منها الامتحانات بتاعته طيب اول سؤال بيقول لي بيقول لي السؤال بتاع الديالوج بيجي لي ديالوج ناقص اربع كلمات او سوري رأس اربع جمل انا مطلوب مني حاجة من اثنين اما انا هعمل كوستشن يعني انا اللي هسأل السؤال او بيبقى فيه كوستشن انا هجاوب عليه يبقى اذا وانت بتعمل الديالوج عشان تكمله انت بحط دماغك اللي انت بطلوب منك حاجتين او واحدة من الاثنين دول الاولانية دي ليما انت تعمل كوستشن عشان كده هتلاقي فيه اجابة موجودة او بتلاقي كوستشن انت المفروض هتعمله الانسر بتاعه تفقنا كده طيب اول حاجة انا بعملها في الديالوج ايه الاول لازم اقرأ الديالوج كله فيه ناس قبل ما بتقرأ الديالوج بتقول يا مستر فيبقى فيه لاين في الاول كده ده مهم ده مهم جدا ليه بقى لان ده بيفهمك انت رايح تتكلم او هتقرأ عن مين الديالوج ده شغال بين مين ومين وبيتكلمه عن ايه يعني مثلا اول ديالوج كده بيقول لي ايه بيقول لي اتوريست is asking a policeman for directions حلو قوي خلي بالك انا خدت كذا معلومة اصلا من اللاين ده توريست ده واحد سائح يبقى المفروض جاي يسأل على حاجات هو مش عارفها في البلد بتاعتي is asking a policeman يبقى مين اللي هيساعده في الاسئلة بتاعته او الحاجات اللي هو عايزها policeman اللي هو الرجل الشورطة بتاعه وهيسأله عن كمان ايه عن directions directions اللي هي اتجاهات يعني هيقول له المكان ده فين اروحه ازاي بيركبوله ايه حلو الكلام وهكذا ده كل ده المعلومات دي خدتها من اول لاين بس طيب اول لاين بيقول لي ايه بقى بيقول لي tourist هو بدأي الكلام قالوا excuse me can you help me فاكرين يعني ايه can you help me يعني ممكن تساعدني دي انا بستخدمها اصلا لما اجي اطلب مساعدة تفاقنا كلام طيب قالوا yes of course طيب التوريست عمل question سأله سؤال معرفش ايه هو البوليسمان قالوا ايه قالوا the train station is over there the train station اللي هي محطة القطار و is over there معناها هناك كده طيب هلاص الكلام opposite the bank امامي البانك بالظبط يبقى تفتكروا كده التوريست كان سألوا عن ايه اكيد سألوا عن المكان بتاع ايه بتاع التريني ستيشن اللي هي محطة القطار طيب انا برضو مش هتسرع وهجاوب دلوقتي انا هعمل ايه هكمل الديالوج للاخر التوريست سألوا كمان سؤال حلو الكلام طيب البوليسمان قالوا ايه قالوا no it's very near لا ده قريب جدا ده قريبة جدا محاطة القطار دي you needn't take a taxi معلش ممكن كده حتة grammar واحنا ماشيين كده مع بعض خلي بالك من كلمة needn't ما خدتش to وراه يعني انا ممكن اقول لك ايه او افكر كلك ايه كنا بنقول i don't need to go he doesn't need to go يبقى don't need to وdoesn't need to وبعضيهم فرب استعمل انما كلمة needn't لو انا استخدمتها كhelping verb ما بجبش بعضيها to يبقى i needn't go عشان كده قال لك ايه you needn't take a taxi يبقى ما فيش to جميل طيب التوريست قالوا ok i'll يعني i will خلاص انا طالما هي قريبة انا هعمل ايه برضو مش عارفين بعد كده البوليسمان قالوا have a nice time خلاص الكلام اتمنى له طبعا يقضي دلوقتي ايه كويس التوريست قالوا ايه قالوا حاجة لو انت ركزت كده في الديالوج المطلوب مني مطلوب مني اعمل two questions واثنين answers اتفقنا كده طيب اول واحدة كده لما قالوا yes of course وعملوا وسألوا سؤال التاني قالوا the train station is over there المحاطة القطار هناك هنا كده هناك قريبة جنب مين او قصاد امام الايه امام البانك يبقى سألوا عن مين عن التريني ستيشن طب انا هسأله عن التريني ستيشن ازاي هكتب له اول حاجة هقول له where is the train station طيب الناس تفتكر كده معايا الكلام ده خدناه قبل كده في اوله وتاني عددي كمان بنقول ايه لما تيجي تعمل question انت لازم تسأل نفسك سؤال هو السؤال ده بادئ بhelping verb ولا بادئ بwh word يعني بادئ بفعال مساعد ولا ده استفهم الفعال المساعد ده لازم الايجابة عنده كانت تبقى بايه بyes او بنو تفقنا كده وايه هي ال helping verb يا مستر ايه هالافعال المساعدة عندك am is are was where عندك do does did عندي have has had عندي will would shall should can could may might must تفقنا كده اي حاجة في دول question بتاعها هيتجاوب عليه بايه او بنو غير كده تبقى ده استفهام زي هنا بالظبط لما قاله the train station is over there فانا بدأت الكلام بكلمة where فين اين is the train station طب ال question التاني لما قاله no it's very near خلت بقى لك من كلمة no احنا قلنا اي اجابة هتبدأ ب no او ب yes يبقى انا لازم ابدأها ب helping verb بفعال مساعد خلاص فانا اقول له بقى do i have to take a taxi do i have to take a taxi لازم اخد تاكسي خلاص فيه ناس بتقول لي ايه ممكن اقول له mister must i take a taxi تمشي طب should i take a taxi برضو صح تمشي خلاص الكلام طيب اهم حاجة توصل لي meaning تفقنا كده في الديالوج احبايبي دايما الانسر او المودي الانسر بينزل ايه any acceptable answer عشان انت هنا بتتكلم في اللغة ما بتكلمش في rule تفقنا كده طيب تالت حاجة لما قاله ايه لما قاله no it is very near you needn't take a taxi فالتاني الرد علي قاله ايه طمام لو هي قريبة خلاص يبقى انا مش محتاج اخد تاكسي so i will walk خلاص يبقى انا هامشي بعد كده لما قاله have a nice time واحد بيتمنى لك تقضي وقت كويس هتقول له ايه هتقول له شكرا صح الكلام فانقول له ايه thank you thank you نشوف الديالوج التاني كده مع بعض بيقول لي روضة and percent are talking on the phone يبقى كده في اتنين بيتكلموا مع بعض في التليفون يبقى انا ادركت كده تقريبا ان هم سحاضي خلاص ده اللي انا خمنته تعالوا نشوف كده برضو هم قالوا ايه لبعض قلنا رقم واحد هنقرأ الديالوج كله فبتلاها ايه hello who is speaking مين بيتكلم بسانت ردت عليها تلاها ايه بسانت speaking انا بسانت I found you yesterday كلمتك مبارح but you were not at home ما كنتيش في البيت طيب روضة اتلاها حاجة اتلاها shopping shopping هنا خلي بالك بعدها question more يبقى تفتكر ان هو ايه اكيد سؤال خلاص هي قالته هي كلمة shopping اللي هي helping verb ولا هي W-H word يا مصر اللي هي عادات استفهام ولا فعلا مساعد بس الطريقة اللي اتقالت بيها بنسميها intonation question خلاص الكلام اللي هي سؤال اللهجة يعني shopping ام انت لازينها كنت بتتسوائي بجيبي حاجات يعني طيب تانية اتلاها I see وسألتها سؤال كويس روضة اتلاها ايه a nice pair of shoes a nice pair of shoes يبقى اشترت حزاء oh I can't believe it you spent the whole evening shopping معقول انت قضيتي كل يعني بالليل كله كده بتسوي لا 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 مش بصدق اكيد روحت في حتة تانية فسألتها سؤال تانية تانية ردت عليها وبعدين بس انت اتلاقي sorry to hear that انا انا اسفى جدا لا اسمع كده حزينة جدا معلش I hope he will get better soon يا ربي يخف بسرعة يا ربي يخف بسرعة يبقى ايكيد بس انت اتلاقي انها راحت ايه تزور حد في مستشفى صح الكلام طيب تعال نشوف بقى الانسر بتاعت يا تبقى number one لما اتلاها I found you yesterday you weren't at home كلمتك مبارح وكنتش في البيت راودة اتقول لها ايه تكملت الضيالو لو خدتوا بالكو ان هي قالت لها حاجة فالتانية لها shopping خلاص اللي هو تسوق روحت تشتري حاجات فالتانية اكيد اتلاها ايه اتلاها روحت اتسوق فالتانية اتلاها قولنا yes I went shopping yes I went ايه went shopping طب فيه ناس تقول لي ليه ما يستر ما قلتش I go the present خلاص انت ليه عملتها في الباست اخذت كلمة went لان الديالوج السيستم بتاعه او النمط بتاعه ماشي فين في الباست سيمبل اتلاها I found you ادي ماضي اوه وانا اتلاها you weren't ادي باستي كمان اتفاقنا كده فلازم انا اكمل تبع السيستم اللي هو ماشي اتفاقنا اتلاها yes I went shopping السؤال التانية اتلاها shopping I see اه فهمت وسألت سؤال اتلاها a nice pair of shoes اشتريت حزاء اكيد دي واضحة يا ميستر بقى كانت سألت على ايه اشتريت ايه خلاص الكلام طيب يبقى what did you buy what did you buy number three لما اتلاها I can't believe it you spent the whole evening shopping معقول يعني قضيتي كل الليل كله كده بتتسوائي بس سألتها سؤال يعني السؤال كان ايه عملت ايه تاني طيب يبقى اوتوماتيك اتقول لها what else did you ايه did you do what else did you ايه did you do عملت ايه تاني كلمة what else ماذا ايضا فلاص الكلام انت عملت ايه تاني كويس التانية ما اتلاها حاجة والتانية اتلاها I hope he will get better soon يعني يا ربي يخف بسرعة بقى خلاص الكلام يبقى اكيد هي راحت تزور حد والحد ده كان ايه كان مريض عشان التانية تتمناله الشفاء اتفقنا كده فاوتوماتيك تبقى معايا ايه I wanted to visit my uncle who is seeking a in hospital خلاص يبقى راحت ازور عمي اللي هو ماله مريض فين في المستشفى عشان كده تبقى منطقية ان النباسان تترد عليها وتقول لها ايه sorry to hear that I hope he will get better اتفقنا كده طيب نخلش على number 2 النهاردة اللي هو ال situations اللي هو كان الجزء المفضل لنا مع بعض طول الترم عشان احنا قلنا ده اهم جزء بستخدمه في ال speaking يعني وانت بتكلم انجليش كده ده اهم جزء في المادة بتاعتنا بقول لي write what you would say in the following situations قولي هتقول ايه في المواقف اللي جاية دي كنا اخدنا 9 units وكل unit فيها كان فيها language function فلازم اطبق الكلام ده بقى واحدة وحدة كده يعني نفهم ال situation الاول ونشوف هو عايز مني ايه وانا عادة كنت دايما بقول لك ايه لاما هو عايزك تعمل الموقف يعني مثلا هو عايزك to give advice يبقى انت هينا اللي هتدي النصيحة او انت اللي هتطلبها خلاص الكلام يعني اما هتديها لاما هتطلبها يبقى كده حاجتين او لو حد بيديك نصيحة بقى يبقى حضرتك مطلوب منك حاجتين تانيين اللي هم ايه either to accept the advice اما هتقبل النصيحة دي or refuse the advice لاما هتقبلها لاما هترفضه يبقى انا عايز كم حاجة من حضرتك واحدة من الاربعة دول ودايما لازم اركز هو عايز مني ايه اعمله ايه طيب اول واحدة لما بقول لي you want to invite كلمة السرف اول sentence عندي كلمة invite يعني يا invite معناه هي ادعو يبقى انت عايز تدعو انا لانا هدعو ولا هأبل ولا هرفض لانا اللي هدعي فلاص الكلام your friend to your birthday party لحافلة عيد ميلاد ستقول له ايه بقى would you like to فاكرين كده كنت محفظك انا قلت ايه would you like to i'd like to تفعلنا كده ده لما اعمل دعوة would you like to او i'd like to اللي بعضها كده invite to كيزا تفعلنا كده i'd like to invite you to وبعد تو احنا حافظينا على طول يا مستر بعد تو في فربي استمل او would you like to نفسك تيجي كده هل تحب ان كذا خلاص برضو بعديها في فربي استمل انا عايز اعمل ايه come to my birthday party عشان كده تطلع زي ما شايفينها قدامكم كده على الشاشة اللي هي would you like to come to my birthday party اتفقنا طيب number two بيقول لي you ask برضو قبل ما كمل انت هنا اللي بتسأل ولا انت اللي بتجاوب لا انت اللي بتسأل انا عايزك انت لتعمل الموقف حل طيب your friend about the best way to revise before the exam كلمة the best way انا تقريبا هو مساعدني فيها كتير قوي الجملة دي هو عايزني اسأله عن ايه افضل طريقة اراجع قبل الامتحان دي سهل او دي يا مستر دي انت كنت محافظني قبل كده كلمة what is the best وكمل صح الكلام هو كده برضو نفس الكلام يبقى what is the best way to revise before the exam طيب تعال نشوفها كده وعملها صحة ولا غلط طيب قالك what is the best way to revise before the exam انا ممكن استخدم what is the best way في اي حاجة تاني يا حبيب يعني زي مثلا اقول لك what is the best way to go to the train station ايه افضل طريقة اروح بيها المحاطة القطار لو هي ارايبة يقول لي ايه you should go او you can go خلاص او ووك سوري خلاص الكلام ممكن تمشي طيب لو هي بعيدة يقول لك you must take a taxi او you must take the train station itself او you must take a metro لازم تاخد المترو المهم لازم اي حاجة بقول لك what is the best way to بعدها في verb step بعدها المصدر وشوف هو طالب منك ايه طيب number three بيقول لي a friend asks you what you thought هو بيسألك هنا اه هنا العكس يا مستر ده هو هنا اللي بيسأل وانا المفروض هرد عليه هو بيسألك بيقول لك what you thought of the scary film scary ده اللي هو ايه رعب فيه فيلم رعب انت شفته حضرتك that has just finished ايه حاسب بايه رأيك في ايه خلاص الفيلم ده انت شايفه وعمل ايه بالزبط حل وعجبك ما عجبكش كده طيب انا اقول له ايه بقى I think it's exciting او I think it's a boring شوف هو عجبك او مش عجبك عجبك هتقولي exciting interesting good مش عجبك هتقولي boring حلو الكلام bad تفقنا I didn't like it بس في الاول طالما هو سألك عن رأيك حط لي بس I think او in my opinion تفقنا كده طيب number four بيقول you see people through rubbish in the street شايف ناس بترمي قمامة او زبالة فين في الشارع وهو طالب منك giving advice اديهم حضرتك نصيح طيب هقولهم ايه بقى you shouldn't through rubbish in the street ناس الشطار فاهمة shouldn't authentic to had better not اتفقنا كده كل الكلام ده كان زي بعضه كده وكله كان بيساوي بعضه ده كنت باستخدمه في ايه في البد وانا بدي النصيح اتفقنا طيب خلينا نشوف number five بيقولي although نفتكر كده although معناها ايه عشان دي في الجرامر برضه معناها بالرغم من كويس you lost the match بالرغم انت خسرت المباراة you congratulate your opponent طيب نفتكر كده كلمة congratulate معناها ايه يهني طيب طيب وopponent اللي هو الخصم او المنافس بتاعك يعني بالرغم انت خسرت المباراة انت بتهنيهم ايه مبروك خلاص الكلام طيب يعني ايه مبروك بقى congratulations طيب اللي هيقولي well done هقوله برضو صح برافو عليك طيب number six بيقولي a friend asks you to go to the club this week end تفقنا you would like to go وانت حابب تروح معه هتعمل ايه هتقوله yes it's a good idea هايل دي فكرة كويسة جدا طيب number seven بيقولي you accept your friend's invitation انت هنا هتقبل الدعوة ولا انت اللي هتعملها لا انت اللي هتقبلها فتقولي you accept your friend's invitation to the sports club هتقبل الدعوة تقوله ايه ها يبقى i'd like to come هايل طيب number eight بيقولي your mother is in the kitchen you are certain certain هنا معناها you are sure يعني انت متأكد تماما انها في المطبق اللي كان الديدوكشن لو انتوا فاكرينها او possibility والحاجات دي تفقنا اللي هي هستخدم فيها كلمة must be يبقى my mother must be in the kitchen عشان انا متأكد 100% لو مكناش متأكدين كنت قولت might be لو كنت متأكد 100% انها مش في الكتشن كنت اقول my mother can't be تفقنا كده طيب number nine بيقولي you wanted to go on a picnic make a suggestion نركز اوه على كلمة suggestion اللي هي معناها ايه معناها اقتراح انت عايز تقترح اللي انت تروح للي go on a picnic خلاص تذهب في فصحة كده تتفسح go طيب automatic هنقول ايه what about او how about وافتكر اني بعديهم verb plus ing يبقى what about going on a picnic طيب number 10 your sister give birth to a baby boy اكيد انت هتهنيها هتقول لها ايه ها I am very happy بس هو هنا خلي بالك قال لي ايه express your feelings express your feelings انت هتعبر عن مشاعرك يعني يقول لكم congratulations I am very happy اتفقنا كده هاي طيب خلينا بقى المرة دي نخش على choose الجزء الاخير معنا في النهاردة خلاص اللي هنركز فيه على grammar وهنركز فيه على vocabulary فضلوا معي طيب وصلنا هنا المرة دي بقى ل choose the correct answer وحنا قلنا حبايبي كده في الجزء ده بنركز على vocabulary وال grammar اتفقنا طيب number one بيقول لي ايه ده shop حاجة غير عاكلة قال لي is near my house خلاص المحل القريب من البيت بتاعي is always busy دايما مشغول طيب فين الانسر اللي عندي عندي who's who which where طيب الشوب احنا اتفقنا ان هو حاجة غير ايه غير عاقل اتفقنا كده ففيه ناس بيقول لي طيب يا mister mahol shop ده مكان يعني تنفع where وتنفع which خدوا الملحوزة دي في دماغكم كده على طول انا عندي كلمة ايه is كلمة ايه is دايما كلمة where وكلمة when لما بيجوا relative close ما بيجيش بعديهم verb فلما يجي verb على طول انا هشتغل مع مين مع which طيب number two لما يقول لي he sent an email last week طيب he sent ايه بقى فاكرين ال direct object وال indirect object خلاص الكلام هو بعث لي تفقنا كده يبقى he sent me هاي طيب امتى كنت اختارها to me لو انا قلبتها لو جبت ال indirect object ال direct object الاول لو قلت he sent an email يبقى to me خلق لك الترتيب بتاعهم ده مهم لان to me صح ومي صح بس امتى لما رتبها يبقى he sent me an email انما he sent an email to me هاي number three people in Egypt have visited London اسأل سؤال كده صغير هي كلمة people دي احنا اعتبرناها countable ولا uncountable يعني تنفع تتعد وانا متتتعدش لا تنفع تتعد او هي دايما هي والبوليس دايما بنعتبرهم ايه countable فاوتوماتيك هروح مع مين اما كلمة few في حاجة تانية غير فيه مفيش غيره يبقى كلمة ايه كلمة few لان اتخذت بقى لك من كلمة less وكلمة little وكلمة least كل ده uncountable تفقنا كده طيب number four يقول لي the students usually stay in a youth كرارك كتير جدا الجملة دي خلاص كلمة youth معناها شباب when they visited the city يبقى youth ايه hostel شطار يعني ايه youth hostel احنا قلنا فندق رخيص او فندق للشباب بس برضو رخيص التام كويس number five بيقول لي it isn't too hot on the beach because there is a nice الدنيا مش حر قوي على الشاطئ لان فيه nice ايه فيه هوا كده ايه ها اللي بنسميه ناسيم الناسيم ده اللي هو ايه بقى storm ولا wave ولا ده ولا ده طيب cloud لا يا مستر ده كلمة ايه breeze خلاص الكلام breeze اللي هو ايه ناسيم نشوف كده number six بيقول لي the teacher اسكد احمد طلب من احمد تو ايه بقى the books to the class يعمل ايه بقى في الكتب للكلاس للطلاب يعني بقية الفصل بتاعنا عندي hand out hand up look up look out لا مستر احنا حافظينها ليه يوزع او يسلم كلمة hand out شو طار طيب number seven بيقول this bottle this bottle has orange juice in it طب قبل ما اقرأ الانسر او قبل اصلا ما شوفها كلمة orange juice دي تفتكروا انا هعملها معاملة الكاونتابول ولا الكاونتابول ها لا الكاونتابول هنا يعني ما تتعدش الجوس ما بيتعدش احنا قلنا كل الليكود ما بتتعدش كل الحاجات السهلة ما بتتعدش زي الاويل والووتر والجوس والتي والحاجات دي كلها فطالما هي ما بتتعدش يبقى انا مش هشتغل مع fewer ولا the fuse انا عايز لقى the least لقى ايه less اتفقنا كده فالاحسن اقول ايه كلمة ايه the least orange juice in it لان هنا انا بتكلم على الباطل دي بوجه عام فانا بقارن بينها وبقيتي الباطلز اتفقنا كده لو انا اخترت كلمة less كان لازم يبقى معاها كلمة than خلاص مفيش than عندي في الجمهة كويس طيب this hat القبعة دي او الطائية دي in england ايو في ناس بتقول لي دي passive شطار قبل نشوف الanswers حتى يعني دي مبني المجهول دي فكيم مبني مجهول كنت بقوله ايه ها برافو اللي هو ايه انا عايز حتة من verb to be وعايز past participant حتة من verb to be في present simple كانت am is are حتة من verb to be في ال past simple كانت was aware وال past participle اللي هو التصريف التالت ده كان ثابت معايا كده 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 فاوتوماتيك تطلع معايا الاجابة ايه was made شطار طيب number nine بقولي the arabic homework was very difficult where you do it ها منفعش اختار كود يا مصر انا عندي كلمة where يبقى where you are able to طيب طيب number ten many tourists used a space to learn about a city's history and the places to visit بيستخدموا ايه لتوريست كلهم ها guide book اللي هو كتاب ارشادي جميل طيب number eleven هاي طيب مستر نبيل space leaves the next door is a scientist تبتكروا مستر نبيل ده عاقل ولا غير عاقل اكيد عاقل يا مستر فهنقول له كلمة ايه who هاي جميل طيب في بعد كده number 12 بيقول لي that girl has a very loud ايه لي عندها ايه عالي i can hear her اقدر اسمحها بوضوح اكيد voice واحنا قلنا voice ده صوت بشري number thirteen mister buck is a great teacher he never gives a private lessons برضو ده عاقل ايه مستر صح الكلام كده اه بس هنا مش عايزني اربط به ولا الحاجات دي عشان انا عندي كلمة hee ده عايز اربط بconnector يعني عايز اداة ربط يبقى عايز حاجة اسمها بالاضافة الى ينفع اختار in addition to لا ليه عشان in addition to بعدها verb plus energy على طول يبقى اللي تنفع تاخد جملة كاملة هي furthermore او in addition من غير two طيب 14 بقى بقول لي we worked for two hours then we took a ايه خدنا ايه بعد the two hours we took a break طيب number 15 i don't want to hear about your مش عايز اسمع ايه عن ايه problems مشاكلك الشخصية طيب كلمة شخصي بقى معناه ايه personal يبقى personal problems طيب number 16 where is sham my a and fell to the ground يبقى lost my a my balance اللي هو التوازن طيب number 18 use the space mower دائما لما بقسمني كلمتين كده يعني انا بحس ان هو مساعدني في الاجابة اصلا خلاص الكلام to cut the grass انهي قالك انو بتستخدم عشان قطع الحشائش دي يبقى where you تاني ماينفعش يا مستر where you لازم معاها ايه able to تفقنا كده منفع لان دا كله على بعضها where you able to بتتوي could you طيب number 20 please tie these two baskets اربط البسكت ده خلاص كده with a pages فاكر كلمة pages برضو countable ولا uncountable لا دي uncountable يعني حاجة بتتعد عشان كده انا اختار كلمة ايه كلمة fewer نكملين مع بعض في عندي بقى number 22 ولي in Egypt people use salt استخدم الملح على ايه بقى fish to preserve it وكلمة preserve معناه يحفظ عشان تحفظه عندي بقى كلمة ايه fresh اللي هو الطازة عشان يحفظوه 23 the traffic المرور is heavy today المرزح مجيد ده النارد يبقى we able be late ها احتمال نتقى عشان كده نختار كلمة ايه might يبقى we might be late طيب the ancient Egyptians made small boats كانوا بيعملوا مراكب صغيرة منين from ايه بقى ها يبقى from papyrus هاي البيبايروس ده اللي هو ورق البردي ليه قالك for transporting goods علشان ينقلوا البضائع بتاعتها طيب 25 very intelligent can help people يقدر يساعد الناس to do amazing things ها احنا كنا قلنا قبل كده واتفقنا اني لازم ابدأ الكلام بverb plus ing جي لو انتم فاكرين اللي هو الجيرند الان جي فورد هنا بتستخدم كسبجكت فعشان كده اقول ايه being very intelligent طيب 26 spring in different ways all over the world برضو نفس الكلام انا عايز اقول بيتم الاحتفال بي يعني اعملها passive يبقى انا عايز ايه is celebrated طيب 27 واللي احمد usually plays the violin بيلعب الكمان ها بيلعبه فين بقى او بيعزف على الكمان فين في الاركسترا اللي هو فريق الموسيقى تفقنا طيب في عندي بقى 28 الربنا نخلص اوه رانيا ايه in medicine then she got a job in the hospital يبقى اوتوماتيك هنختار كلمة degree اللي معناها درجة علمية او شهادة طيب 29 people often drink water in cold weather than when it's hot طيب انا كده يبقى هنختار كلمة less واحنا قلنا ان الووتر uncountable ما بتتعدش طيب 30 يقول لي it's cold today when you go outside you wear a coat يبقى انت لازم تلبس ايه بلتو عشان كده نختار كلمة ايه كلمة should في عندي 31 means to do something that interests people اللي انت بتعمل حاجة بتعجب الناس يبقى ناخد كلمة ايه entertain اللي هي يسلي طيب 32 يقول لي STEM school students طلبة بتوع مدارس STEM ما لهم be hard working لازم يا مستر يكونوا ايه جدين يعني في العمل او عندهم hard working كده مجد في العمل اختار كلمة ايه كلمة مصر كده احنا خلصنا خليكم معايا بقى على طيب كده الحمدالله خلصنا الجزء الاولاني من revision وركزنا النهاردة على ال dialog وركزنا على situations اللي هي language function اشتغلنا شوية على choose اللي بيها حلينا على grammar rules اهم و اهم كمان اللي كانت بتتكرر ايه معانا ان شاء الله المرة الجاية هنكمل هنركز على grammar وجزء من story ان شاء الله توفيق ليكم كلكم و يا رب النجاح ليكم كلكم جميعا اشتركوا في القناة حلصوا بعضهم أمم